السلام عليكم مرحبا لمتسبعي قناة الحميدي اذا بعد ما شنا في الحلقة اللي دازت الرواد والنقاد ديال تجاه احياء النموذج وديال سؤال دات وشنا ايضا الفرق بين الرواد والنقاد وقلنا على ان النقاد كنستعملهم في النص النظري بينما الرواد كنستعملهم في النص الطبيقي اليوم ان شاء الله سنشوف الرواد والنقاد ديال تكسير البنية وجديد الرؤية لكن قبل ذلك ارجو منكم واتمنى منكم انكم دخلوا للقناة ليعوالم خفية اتبركوا على زر الشراك وتفعلوا الجرس وساكون لكم شاكرا اذا ما عندو زبا الى الرواد والنقاد ديال تجاه تكسير البنية وجديد الرؤية اذا اهم رواد ونقاد تكسير البنية وجديد الرؤيا اذا رواد تكسير البنية وجديد الرؤية. النص الطبيقي ا厚نا تقريبا نفس الرواد لي غادي تلقا وفي تكسير البنية هما ايضا الليكتبو في القصائد ديال الجديد الرؤية اذا هذا الرواد هذين نستعملهم في النص طبيقي ويكفي انكم تحفظو ثلاثة من هاد الرواد اللي غادي نعطيكم دابعة وتكسبوهم في المقدمة فهم كافين. اذا عبدالوهاب البياتي. عدنا بضر شاكر السياب. عدنا عبدالمعطي حجازي. عدنا صلاح عبدالصابور. عدنا نازك الملائكة. ونازك الملائكة تعتبر اهم الرواد هذا التجاه انسحة تعبير. ثم نزار قباني وفدوى طوقان ويوسف الخال. ثم امل دنقل. اذا هذا فيما يخص الرواد. تبا قد ندوز الى النقاد. اذا عدنا النقاد ديال غنشوفو النقاد ديال تكسير البنية. وغنشوفو النقاد ديال تجديد الرؤية. هنا اختلفوا شيئا ما. اذا النقاد الشعر الحر اي تكسير البنية في النص النظري. عدنا محمد النويهي غالي شكري واسدين اسماعيل. فقط يعني اعطيتكم هنا يعني اسماء قليلة فربي امكانكم كي قوي اسماء اخرى فقط يعني اقتصرت على بعض الاسماء. اما فيما يخص النقاد تجديد الرؤية في النص النظري. عدنا حسن مخافي. عدنا اه محمد الفارس. واحمد رحماني. ويعد علي احمد سعيد ادونيس. اول من رسخ مفهوم الشعر الرؤية في النقد العربي. وهو شاعر وناقد سوري. عرف بغزارة ثقافته. وكثرة اه وكثرة نهله من الثقافة العربية. وتأثره بالمدارس الشعرية الغربية. وبهذا قد نكون انني اعطيتكم في هذه الحلقة رواد ونقاد تكسي البنية وجديد الرؤية على اساس ان شاء الله بحول الله في الحلقات القادمة. قد نعطيكم ايضا رواد ونقاد ديال القصة وديال المسرحية. احتى ديال المنهج البنيوي والمنهج الاجتماعي. اذا الى كنا نكون شتا ساول خليوا للتعليق. والى الحلقة القادمة ان شاء الله.